كولر يلوح بالرحيل لهذا السبب ايه السبب؟ ما الدنيا مشى زي الفل؟ كولر كان مصدوم من فكرة الصفقات اللي طلبها ما جاتش وتحديدا مركز رأس الحربة وما عارفش يجيب باكليفت وفكرة حراس المرمى كان فيها جدل كبير قوي وزي ما انت عارف ما فيش حراس مرمى جارب ولازم تجيب حراس مرمى مصري طب تفتش مين شمال ما فيش فبرد قصة شوية أصلبه جبل طب قصة ما بلعبش ببنك الاهلي يجي زي الاهلي فكرة ان انت تكرر قصة زمان يعني كانت تثبت الباطل رحمة الله عليك قصة اكرامي صعبة تكرر قصة نادر السيدة وقصة من حضري برضو صعبة ما بقتش موجودة طيب حتجيب مين ما هو المستويات اللي هتقارنها هتقارنها بالموجودين علي لطفي ومصطفى الشبير الراجل قال لهم طب انا عايز اه ممكن تجيب حراس مرمى طب مين ما فيش كل اللي كان معروض عليه حتى على فكرة محمد صبحي يعني فكرة ان محمد صبحي كان ييجي برضو تقال ان الانسان اللي فاتت رغم الاهلي كان في مستوى او موسم يعني صعب جدا لكن المستوى اللي ظهر بي على اللطفي صمو مصطفى الشبير كان اكثر من رائع فبالتالي اغلقت فكرة ان انت تتعقد محالس مرمى وبالتالي كان الباب مفتوحا على مصرعيه لعودة محمد صبحي لنالي الزمالك مرة اخرى محمد صبحي لو كان الاهلي عايزه كان ياخده قبل نالي الزمالك ده كان فيه اتفاق حسن نواية ان هو روح النادي الاهلي رغم كل اللي اتقال لكن في النهاية رجل رجل هنا الزمالك مرة اخرى طيب هو طالب بعد الصفقات وطالب الناس تمشي طالب اي من قشف يمشي مش مقتنع او برامر ابيع عايز اكتر من اسم جديد في الفريق عايز يتسوق برولوسافيو برضو خلاص ما شاب برولوس ما بلعبش طب هو عايز راس حربة ما جايش لغاية دلوقتي فقال انا طالب صفقات معينة اذا هذه الصفقات ده في اخر جلسة لم تتوافر حتى نهاية الموسم فانا مش هكامل في النادي الاهلي الا بصراحة الا بصراحة اللي كانت المحمود الخطيب فطبعا الاهلي عايز رجل يكمل حتى كل طلبات مجابة انت شايف ان الاهلي يعني في طريقه للاعتزار عن عدم مشاركة في كاس الرابط الاهلي اعتزار عن مشاركة في كاس العرب برضو او بطولة عربية بسبب طلبات مرسل كل وهي طلبات منطقية صح حتى شيء داروا لنا مش منطقية خالص حتى طلباته في الصفقات منطقية تمام